فاروق صلاح موفد قناة الاهلي وزي ما انتوا شايفين طالما روحنا الجونة والغرداء والبحر الاحمر الصورة اللي انتوا شايفين على الشاشة بقى البحر والصورة اللي انتوا شايفينها طيب اروح لفاروق بسرعة فاروق مساء الخير عليك وتحياتي ليك واه اولا انا عايز اعرف منك بقى الاجواء عندك في الجونة وانت بالتأكيد يعني مختارين فيو مميز جدا الجو عامل ايه عندك الرطوبة هالعالية ولا لأ واخر اخبار فرقي النادي الاهلي كل التحية للزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان طبعا يا محمد مباراة في غاية الامية هي مباراة الاهلي والجونة المباراة المؤجلة من الجولة التسعى للدوري المصري الممتاز تفاصيل كتير طبعا يا محمد هنتكلم فيها بخصوص هذه المباراة وتحضرات واستعدادات النادي الاهلي لذه المباراة لكن زي ما انت قلت محمد انت بتستعرض اسماء الحكام ان الكابتن محمد عادل وعودة من جديد بعد اخر مباراة اللي قدرها مباراة الاهلي والزمالك اللي كانت في الدور الاول وانتهي بفوز النادي الاهلي بخمس اداف مقابل ثلاثة اداف ويا محمد يعني لو لو قد من خلالك يسمح ان الكابتن سدعب حفيز كان معايا خلال مباراة الاهلي وفريق بيرامدز اللي كانت في دور الثمانية في كأس مصر يعني قبل المباراة مباراة الجونة بمباراة اللي مباراة بترو جيت تساءل للكابتن عصام عفتاح عن عدم تواجد الكابتن محمد عادل فيه يعني كحاكم للنادي الاهلي منذ هذه المباراة سريعا الكابتن عصام عفتاح النهاردة يكون حاكم اللقاء محمد عادل تقد يا محمد النقطة دي هيكون لي كانت تحديث عنها لكن خليني يقفل باب الحكام وكلمك بقى على استعدادات تفاريق النادي الاهلي وطبعا المراني الأخير للأهلي بالأمس كان على ملعب مختار تيتش وأعلم من خلاله مستر ريكاردو سواريش القائمة الخاصة للنادي الاهلي بذية المباراة اكتهادك كتير يا محمد وكلام كتير أثير على السوشيال ميديا خاص بخروج بعض اللاعبين طبعا من قائمة النادي الهذه المباراة طبعا أبرز عزيل أسماء ياسر إبراهيم حسين الشحات محمد عبد المنعم طبعا الثلاثة اللي كان اشتركوا أو شاركوا فيه مباراة بترجيت طبعا محمد حسين الشحات كان اشتكى من ألام في الركبة عقب مباراة الاهلي وبترجيت وبعد الإجراءة الكشف الطب عليه من قبل الدكتور أحمد أبو عبلا فضل أنه يعني يجري جلسات طبية وجلسات علاق طبيعي وبالتالي حسين الشحات منزلش التدريبات النادي الاهلي خلال اليومين الماضيين وبالتالي طبيعي جدا يا محمد أنه يكون خارج قائمة المباراة طبعا ليه وجود لسه مزالة الألام في الركبة حمد عبد المنعم طبعا اللي تراكم الانذارات وغيابه عن هذه المباراة أيضا ياسر إبراهيم اللي كان شعر بشد خفيف فيه العضل ودكتور رحمد أبو عبلا أثناء مباراة الآلي وبترجيت فضل أنه يخرج ياسر إبراهيم يعني عشان نتطمن عليه والإصابة ما تتفقمش قدر برضو ياسر إبراهيم أنه يجري جلسات تأهيلية خلال الفترة الماضية ويستمر في البرنامج التأهيل ثم طبعا بقى محمد اللعبين وتوافد أو قدوم الآلي إلى الجونة عايز أقولك أن درجة الحرارة هنا محمد تتكلم في 36 أو 37 درجة مقوية في ارتفاع طبعا محمد تعرف في نسبة الرطوبة هنا في الجونة وطبعا مع توقيت المباراة اللي يكون في تمام الساعة التاسعة على ملعب خالد بشارة طبعا محمد ده واحد من الملعب اللي أنت عارف أنه تميز به طيارات الهواء في كل أوقات العام واحد من الملعب اللي بيبقى فيه صعوبة شوية لكن لعبة النادي الآلي إن شاء الله قادرين على التعامل مع هذه المباراة بظروفة بأجواءها خليني برضو أؤكد لك هنا على الاستئبال وعفاوة الاستئبال اللي بقاها النادي الآلي ممناسبة طيارات الهواء ملعب الجونة كان دايما يتقال لك أصل المرمى اللي على عيدك الشمال لو قفلت باب الاستاد وراه مش هتلاقي فيه طيار الهواء داخل إنه طيار الهواء بياخد الكرة في الاتجاه المعاكس لو أنت بتلعب في المرمى اللي مين اللي هو على المين المقصورة وبتهاجم على الفريق اللي هو على شمال المقصورة فيه باب للملعب خلف المرمى اللي على شمال المقصورة بقول لك الباب ده لو كنت قفلته بيمنع طيار الهواء كلام ده كان بيتقال دايما في ملعب الجونة فما عرفش بقى بعد التطور اللي حصل في الملعب وإضاءة فيه أضواء كاشفة حاليا دلوقتي في الملعب هالنفس لسه التفاصيل دي موجودة ولا كده اختلفت تعرف سنة كاملة الأهل اللاعب هناك بطولة إفريقيا عام 2013 ففيه خبرات كتير قوي في مسألة اللاعب في ملعب الجونة بالضبط يا محمد ده دي نقطة الأهم طبعا تعرف أن الباب ده بالتحديد بيتم فتحه أثناء المباراة يعني أنا آخر مبارا للنادي الآلي كانت هنا في الجونة طبعا الباب كان طبعا بيفضل بيبقى مفتوح يعني بيجي من خلاله طائرات هوا جديدة جدا طبعا فيه تطوير تم على ملعب خالد بشرة نتمنى طبعا أن يكون الأمر بقى أفضل في هذه المباراة طبعا أن تعرف أن أيضا فريق الجونة في موقف صعب جدا يعني في موقف متأزم مع فريق المقولون العرب مع الإسماعيلي مع المقصة مع فريق الشرقية للدخان فيه موقف صعب جدا طبعا أقوال كتير جدا بتقال على رحيل الجهاز الفني وأعتقد ده أمر بيزيد من صعوبة اللقاء ومن دوافع لعبي والجهاز الفني الفريق اللي الجونة في هذه المباراة مستر ريكاردو سواريش النهاردة طبعا يا محمد لو بنتكلم على كواليس اليوم اللاعبون تناولوا وجبة الإفطار في تمام الساعة الحديثة عشر صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثالثة عقب وجبة الغداء كانت اجتماع أو جلسة جامعتنا بين مستر ريكاردو سواريش وجهازه المعاون بالكامل والكابتن سادعب حفيز والكابتن سامي أمسون للحديث طبعا رؤول فريا مطور الأداء والويس بريرا محل الأداء النادلالي لهم قدر كبير جدا من الحديث مع مستر ريكاردو سواريش وهذه الجلسة العرض طبعا الفيديوهات والأمور الخاصة بطريقة لعب فريق الجونة لكن يعني عقب الجلسة طبعا جلسات سنائية طبعا محمد بتجمع ما بين اللاعبين شوف الكابتن الشناوي مع محمود متولي محمد شريف مع محمد مجد أفشا الروح المهمة جدا من الكابتن وليد سليمان مع الكابتن أيمن أشرف وروح مهمة جدا ومميزة جدا ورامة ربيعة من خلالها محمد احنا بنشوف انعكاسات على وجوه لعب للنادلالي ان شاء الله محمد أبشرك وطمن كل جمهير النادلالي لعب النادلالي في كامل تركيزها فهذه المباراة عارفين قيمة المباراة وعارفين إن هي واحدة من أهم المباراة في مشوار النادلالي هذا الموسم طيب الجهاز الفن بقيادة ريكاردو سوارش هل بيهتم بالمحاضرات النظرية يا فاروق مدة المحاضرة بتاخد وقت انباري عمل محاضرة لما وصل النهاردة عمل محاضرة أو اتنين هل يوم المباراة بيعمل تدريب خفيف للعباء الصبح ولا يعني استراتيجية شغله مع الفرقة بما أنك انت موجود في آخر مباراتين مع الأهلي شايفها إزاي؟ خلينا أقول لك محمد يعني في الأمر ده نتكلم في نقطتين أو ثلاثة نقاط النقطة الأولينية لأول مرة من فترة طويلة محمد تشوف جدول تدريبي زمني للنادلالي بيحدد لمدة أسبوع أو عشر تيام خلال الفترة الأخيرة يعني كان دائما خلال الفترة الأخيرة طبعا أنت تعارف التدريب بيتم تحديد معادة تدريب عقب المران لكن لأول مرة معوجود ما طبعا مستر ريكاردو سوارش انت بتحدد الجدول الزمني التدريبي لفريق لمدة أسبوع أو لمدة عشر تيام المحاضرات النظرية المحاضرة تقدر تقولي النهاردة هتكون في تمام الساعة السابعة إلا ربع مستر ريكاردو سوارش وقت المحاضرة حوالي محمد بتكلم في ربع ساعة يعني خمستاشر دي ده طبعا وقت نقدر نقول أقل من فترات سابقة للنادلالي هو مش من المدربين اللي بيميل للكلام الكتير في المحاضرات محمد والكلام النظري هو بيميل أكتر للنحية العملية تفاصيل بسيطة بيركز فيها طبعا مع رؤول فريا وأنا بتكلم على رؤول فريا محمد لأنه هو مختص بتطوير أداء والنقطة دي محمد أنا عايز أوضح نقطة مهمة إحنا عندنا فيه محل الأداء ومطور الأداء لويس بريرا محل الأداء ده بيحل الأداء الفرق اللي بيواجهها النادلالي رؤول فريا مطور الأداء ده بيشتغل على لعب النادلالي يشوف الإيجابيات السلبيات إنه وقص اللي عند اللعبين وبالتالي مستر ريكاردو سواريش بيميل شغله أكتر للنحية العملية للجانب العملي طبعا يوم المباراة ما فيش تدريب خفيف يا محمد لا بيكتفي فقط بالمحاضرة اللي بيكون قبل التوجه إلى ملعب المباراة دقيق جدا يا محمد مستر ريكاردو سواريش في كل التفاصيل يعني بنشوفه بماشي بالورقة والألم بيسجل كل حاجة بيسجل الانطبعات التفاصيل وقف في أرض الملعب أيضا مع ورقة والألم بيسجل كل التفاصيل طبعا جاهز فاني نتمنى له كل التوفيق وإن شاء الله بداية تكون مبشرة وموفقة ليه في مشهوره مع النادي الأهل بإذن الله كل التوفيق ليك يا فاروق والطاقم العمل وكل التوفيق رب للأهل النهاردة في الخروج بنتيجة إيجابية والسلسة نقاط من الغرداء بإذن الله والعودة من الجونة شكرا لك يا فاروق صلاح مفدى قناة الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل